شفنا ببريطانيا خلال يوم وليلة صعد اليسار حزب العمال شفنا في فرنسا أول شيء حزب لوبان اكتسح الانتخابات بالانتخابات الأولى فعليا بالمرحلة الثانية شارك تقريبا من 10 إلى 15% زيادة في الانتخابات فكانت هذه الزيادة التي أنقذت اليسار الفرنسي طبعا فرنسا حتى اليوم لم تستقر فعليا بالحالة السياسية بسبب هذا الصعود المفاجئ أيضا لأيسار ولكن السؤال يعني هل فعليا مثل ما خطنا في المحور هل إلى أي حد النمسا منفصلة عن المناخ السياسي الأوروبي يعني هل فعليا ما حصل في فرنسا في بريطانيا هل ممكن أن ينعكس على الحالة في النمسا مع أن آخر استطلاعات رأيك ما تفضلنا 29 أو عفوا 27% سيحصل عليها حزب الحرية الحرية نعم نعم شوف بالنمسا أحمد أنا بعتبر غرب النمسا غير شرق النمسا يعني منطقة في يننا هذه بعتبرها عقل أوروبي شرقي يعني سكان مقاطعة في يننا ونيدو إسترايخ وبورغرلاند وبورغرلاند كلهم أصول تشيكية مجرية عرفت كيف هذا يعني فاعل العقلانية عنده غير شكل عن الفاعل العقلانية بفرنسا وبريطانيا هناك غربيين جرمان كيلت عرفت كيف عندهم نزعة العقلانية هناك وعندهم يعني الدروس التاريخية بياخدوها بعين الاعتبار كثير عرفت كيف وهذه النقطة أنا بتخليني أنه ممكن الناخب النمساوي عرفت كيف بشكل عام بكل النمسا نعم يقلدن لهدوك وهذه أنا بعتبرها في اللوعي في اللوعي بالتحليل النفسي مثل مبارح بإسرائيل واحد إسرائيلي كاتب بالتواصل الاجتماعي بدي يختاله لنيتانياهو أمو أرقل قبض عليك فورا بدي يقلده للأمريكي لحاول يختاله لترامب فبنفس الطريقة الشعوب بتقلد بعضها عرفت كيف وممكن يومين أنت بتعطي إضاءة عقلانية لآخر بيستقبلها ممكن يستقبلها هي عقلانية الناخب الفرنسي والإنجليزي ممكن عقلانية الناخب النمساوي يستقبلها ويتفاعل معها هاي النقطة الوحيدة يلي ممكن فكر أنه حزب الاشتراكي يحصل على أصباط أكثر بس يعني الموضوع هل بيريك الحالة الإسعافية السياسية في فرنسا أو بريطانيا هل ممكن تنطبق على النمسا أم النمسا بمعزل عن هالوضع لا ما نمعزل بيتأثر ببعضه بيتأثر ببعضه بيقلده يعني بحب يقلد أنه هداك انتخب الهيدي وأنا بنتخب الاشتراكي بني شوي قلتلي هنا بيشتغلوا بالحالة بالحالة العقائدية أنا أبي شو انتخب وأنا تاريخيا شو بنتصبره من انتخب طبعا 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 نحن نحكي على عشرة بالمئة المتلقل دائما بيكسدروا وكل السياسيين بيركزوا علي لهالطبقة هدي هداك اللي بنتخب عن طريق الوراسي كيف أهله انتخب وهو بي هدول ما بيركزوا علي السياسي ما بيركز انا بختلف تماما مع ويكة نظرك اسمح لي انه انا ما بعتقد فرنسا وبريطانيا متشابهتان للوضع النمساوي يعني لو الحدث لو ما حدث في بريطانيا او في فرنسا كان في المانيا او كان في دولة زي الميار زي بولندا هي اقرب من حيث العقلية والاقتصاد للنمسا اما انا قلت حكيت هيك شرق النمسا غير غرب النمسا بالضبط يعني انا بفتكر انه ما هيكون يعني عندها اثر يذكر غير انه المشاكل الموجودة كانت في بريطانيا هي غير المشاكل الموجودة عندنا يعني المشاكل الموجودة في بريطانيا موجودة في النظام الاجتماعي وفي النظام الصحي يعني كارث بمعنى الكلمة خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي لعب دور كبير جدا في انه الحزب العمال هو اللي يفوس لانه كان ضد المسألة ضد خروج البريطانيا من الاتحاد الاوروبي في فرنسا نفس الشي يعني في فرنسا ممكن هي قريبة للنمسا لكن ما بتوقع انه يعني النمسا بريطانيا وفرنسا هما متشابهتان مع الحالة النمساوية اذا كان في بريطان اذا كان في المانيا او في المجر او في بولندا زي ما ذكرت كان ممكن يكون في تأثير واضح فبالتالي فبالتالي يعني احنا متفقين على انه فعليا المناخ النمساوي مختلف عن المناخش الغرب اوروبي يعني خليكون اكثر دقة